يعتقد اليهود أنها الأرض التي وعد الله بها نبيه يعقوب الوعد بحسب أقوال كتب اليهود كان في البدء إلى إبراهيم وتجدد العهد بعده ذلك إلى ابنه إسحاق وإلى يعقوب بن إسحاق وحفيد إبراهيم وأسندت أرض الميعاد لأولادهم وكان وصفها في شروط من الأراضي من نهر النيل إلى نهر الفرات وهنا سنتعرف سويا على حقيقه أرض الميعاد الأرض الموعودة أو أرض الميعاد أو أرض إسرائيل أو أرض الميعاد أسماء مختلفة لمعنى واحد هو أرض فلسطين والأرض الموعودة هي إحدى الحجج التي استخدمتها الصهيونية لدفع يهود العالم للهجرة إلى فلسطين واستعمارها وتستغل هذه الحجة الحوافز الدينية المستوحاة من التوراة لتحقيق الأهداف الصهيونية يزعم اليهود أن الرب وعدهم بأرض فلسطين وأعطاهم إياها رتحا من الزمن ثم وعدهم حين طردوا منها بإرجاعهم إليها في الوقت المناسب ولا ترسم التوراة نفسها حدودا ثابتة لهذه الأرض ففي حين ترد حدودها في الآية ثمانة عشر من الإصحاحة خمسة عشر من سفر التكوين لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات تختلف حدودها في الآية ثمانية من الإصحاحة سبعة عشر من سفر التكوين أعطي لك ولا نسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كانعان ملكا أبدية ولم تقدم الحركة الصهيونية هي الأخرى حدودا ثابتة فقد اكتفى إعلان قيام دولة إسرائيل في أربعة عشر خمسة ألف وتسامية ثمانين ثرابعين بالإشارة إلى أرض إسرائيل مهد الشعب اليهودي دون أن يرسم لهذه الأرض حدودا لقد استخدمت الصهيونية أسطورة أرض الميعاد أو أرض إسرائيل لتأجيج الحماسة الدينية لدى اليهود للهجرة إلى فلسطين انطلاقا من الادعاءات التوراتية التي ترى أن أرض فلسطين ملك لليهود وحدهم وأن هذه الأرض لا وجود لها خارج التاريخ اليهودي ولعل هذا هو الأساس الذي خرجت منه عبارة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض وبالإضافة إلى ذلك مكن مصطلح أرض الميعاد الصهيونية من تحاشي استخدام مصطلح أرض فلسطين الذي ينسف ادعاءاتهم من أساسها بما يحمله من دلالات على الوجود التاريخي غير اليهودي في فلسطين اشتركوا في القناة